موسيقى الاشهر الاولى من عمره في داغستان شمال روسيا الرضيع تظهر على جسمه كل اسبوع كتابات بالعربية يقول سكان المحليون انها كناية عن ايات قرآنية واحاديثة شريفة من قال ان زمن المعجزات قد ولا في بلد صغير يسمى داغستان في شمال روسيا يحج الناس يوميا بالالاف لمعينة ما بات يعرف هناك بالرضيع المعجزة هذا هو الرضيع علي عقوبوف الذي يبدو كاي رضيع اخر لكنه في حقيقة الامر ليس كذلك فهو رضيع تصدق عليه مقولة ان الله يجعل سره في اضعف خلقه اما المعجزة فهي انه كلما مرت بضعة ايام تظهر على جسم الرضيع كتابات بالعربية هي عبارة عن ايات قرآنية او احاديث شريفة هذه احداها لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا عندما تظهر الكتابة يبدو مريضا ويبكي ومن الصعب جدا السيطر عليه لا يمكن لاي طبيب تهدئته او ان يخفف حرارته وتبقى الحرارة لنحو عشرين دقيقة بينما تظهر الكتابة اكثر من الفي مسلم يأتون يوميا لرؤية الرضيع علي يعقوبوف كثيرون منهم يؤكدون ان الكتابات بالعربية على جسم الرضيع هي رسالة من الله اخرون يأملون ان يكون علي معجزة بعث بها الله للحفاظ على المسلمين في تلك البقعة من الارض اريد اولا السلام والاستقرار ولهذا بعث الينا الله هذا الطفل انها اشارة الى انه على اخواننا ان يكونوا اكثر ايمانا علماء دين محليون يقولون ان الكتابات تظهر على جسم الرضيع مرة في كل اسبوع وتحديدا يوم الجمعة وفي كل مرة تظهر كتابة مختلفة عن سابقاتها اذا الناس تأتي وتذهب واذا كان بعضهم ليس بحاجة الى معجزة لتقوية ايمانه فان اخرين يبحثون عما يثبت لهم انهم على الصراط المستقيم مهات النشر تذكير بابرز ما جاء فيه